السلام عليكم ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كله يكون اه كويس. لو انت اول مرة تسمعني او تشوفني فانا مرمان محمد او مهندس كمبيوتر وعملت اكتر من كورس على القناة. اه منهم كورس و مؤخرا انا سبيكر في جوجل اه جروب. وان شاء الله النهاردة معانا كورس جديد. اه بداية الكورس جديد. ان شاء الله يكون مفيد جدا لكم بإذن الله ويأثر في حياتكم يعني. هو طيب النهاردة احنا عادة يعني في البرمجة او كذا يعني بنبدأ من الزيرو مش بنبدأ من اللوان يعني. فدي اول محاضرة. اه محاضرة كده مقدمة يعني عن عن الكورس. تعرفوا الكورس بتكلم عن ايه? اه بتاع الكورس او هيكل الكورس هيمشي ازاي? اه هيخلص في قدية مسلا من كده. والفايدة اللي هتقعد عليكم بإذن الله بعد ما تخلصوا الكورس. طيب هنتكلم الاول على الكورس او يعني اه نظرة عامة على على الكورس. هو learn how to learn او تعلم كيف تتعلم. كورس مشهور جدا على كورسيرا. اه يمكن من اشهر الكورسات واقصرهم فائدة يعني على على كورسيرا. طبعا مشروح بالانجلش وهسيب لكم اللينك اه هو الكورس فري على كورسيرا. هسيب لكم اللينك في ديسكريبشن. كانت شرح قبل كده من اه دروس اونلاين او احمد ابو زيت طبعا انا من من متابعينه يعني. مش مهندس احمد ابو زيت كان شرح الكورس في فيديو واحد حوالي نص ساعة يعني. ولكن ما فيش حد اه شرح او يعني اولاقي الاول اللي شرحوا الكورس اه كبليلست او كورس كامل يعني وان شاء الله انا هعمل كده. وغير كده كمان يمكن فكرة ان انا حد منكم حد قريب منكم انا لسه طالب يعني. ففهم كويس اول يوم بتاع بتاع انا بيمشي ازاي اه المشاكل اللي بتقابلنا خلال يومنا عاملة ازاي. الانفيرومنت عموما انا اقعد معاكم فيها. فده يمكن شيء كويس يخليني ان انا اقدر ان انا ممكن ازود شوية حاجات على الكورس سواء باشماندس احمد اتقاله او الالتقال في كورسيرو ممكن ازود عليه شوية اه من عندي يكون مخصص لك انت. فان شاء الله خليك متابع لحد اخر الكورس الموضوع ان شاء الله يكون مفيد. اه ويعجبك اه. طيب ليه ليه تاخد الكورس ده او ليه تتعلم كيف تتعلم? الفكرة كلها ان ان انت لو شارع اي حاجة جديدة كويس فانت لازم تكون فاهم كويس او الحاجة دي بتستعمل ازاي عشان تقدر ان انت اه تستعملها بشكل كويس اوي او تستفيد من كل الامكانيات بتاعتها. حلو? يعني زي ما باشماندس احمد كان قال برضو اكزامبل كلا عجبني اوي او مسال عجبني اوي. بيقولك مسلا لو انت شاري لابتوب. اه اللابتوبات مختلفة فيها امكانيات مختلفة. فتمكن تكون شاري لابتوب غالي جدا. اه قوي جدا. يستخدم في في البرمجة او في المنتاج او كزا يعني الامكانيات بتاعته عالية. وفي الاخر انت بتفتح عليه ووردة او بتفتح عليه آآ مايكروسوفت اوفيس وكزا. حاجات بسيطة جدا يعني. فادا طبعا مش صح لان انت معاك حاجة قيلة اوي اوي اوي. وفي الاخر بتستخدمها في حاجات آآ بسيطة جدا. فانت بتهدر آآ امكانيات كبيرة للجهاز بتاعك في الهوى. ليه? لان انت مش عارف ان هو بيعمل الحاجات دي. كذلك عقلك. برضو نفس الفكرة. علشان تقدر تستخدم عقلك بكامل كيفيته او بكل القوة اللي فيه والعجم النعمة اللي ربنا مدهالك في عقلك وتفكيرك والزاكرة وهكذا. عشان تقدر تستخدمه بشكل آآ ممتاز وبشكل فعلا يفيدك في حياتك. لازم تكون فاهم لحد ما هو بيشتغل ازاي. فان شاء الله في الكورس ده يعني في نهاية الكورس بازن الله هتكون فاهم عقلك شغال ازاي وتقدر انت تستخدمه على حسب شخصيتك وعلى حسب يومك بشكل آآ مناسب. فتخيل ان انت آآ بتستخدم الكيبورد من غير ما تكون عارف الاختصارات بتاعت الكيبورد. يعني مسلا مش عارف ان كنترول زد بتعمل اندوه مسلا. آآ فلو انت مش عارف معلومة زي دي عشان مسلا ترجع لو انت بتكتب كود او كزا عشان ترجع مسلا لحاجة انت آآ عملتها عايز ترجع لها تاني كويس. هتروح بقى بالموس وتدوس على مش عارف ايه من المينيو وتعمل اندوه مع ان في طريقة مختصرة لها مسلا. لو انت مسلا برضو دلوقتي بتشوفني على اليوتيوب وانت مش عارف ان او المسطرة اللي في الكيبورد هي بتقفل الفيديو او بتفتحه يعني بتوقفه او بتشغله تاني. فالطريقة الاصعب ان انت تعمل بها حركة زي دين انت تروح بالموس وتوقف الفيديو بعد كده تفتحه تاني وده اصعب بياخد وقت اكتر وبياخد آآ مجهود منك حتى لو حاجة بسيطة. فمفروض انت برضو في الكورس ده هتعرف اختصارات آآ توفر عليك وقت وتعرفك قيمة آآ وقتك اكتر. زي ان انت تماكسمايز الوقت بتاعك او تزود آآ او تستفيد اكبر استفادة من وقتك. هنتعلم شوية حاجات عن آآ حتى لو انت برضو بتعمل تسقات او شغال او كزا فبرضو تقدر تهاندل التسقات او تقدر تتعامل مع التسقات بتاعتك بشكل آآ افضل يعني الكورس او الهيكل بتاع الكورس والكورس ده كمان موجه لمين? مابدائيا هو الكورس اربع لفلات آآ كل تقريبا محاضرتين وكل محاضرة بتخلص او كل محاضرة من من تلاتة لاربع اجزاء كل ان شاء الله كل يخلص في اسبوع باذن الله. يعني في الاخر محتاج منك حوالي عشر دقائق بس في اليوم وتقدر انت تخلص الكورس في مدة آآ شهر او ازيد من شهر بحاجة بسيطة باذن الله. طيب برضو حاجة مهمة جدا ان الكورس معمول لكل الناس. اي حد مهتم ان هو يتعلم او اي حد فعلا بيتعلم وعايز ان هو يطور من نفسه في حتة التعلم. الكورس ده موجه ليك. يعني مش موجه بس لطالب حاسبات مسلا او مش موجه بس للناس اللي بتكتب كود. لا خالص. الكورس ممكن يكون موجه للشباب آآ اللي في صناعة عامة. الناس حتى اللي اصغر منهم او الناس اللي في جامعات اي ان كانت الكلية او حتى حد بيشتغل آآ وعايز يزبط التسقاط بتاعته وعايز يهندل الوقت بتاعه او time management فالكورس ده ليك. طبعا الكورس كامل سريع على على اليوتيوب من اول الليكشر ان شاء الله اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. لحد اخر الليكشر ان شاء الله كلها تكون موجودة على اليوتيوب بشكل آآ مجاني يعني. وبس كده ده كان كل حاجة النهارده. خليك متحمس ان ان انت تكمل الكورس لحد الاخر. ازا كنت متحمس او ناوي ان ان شاء الله تكمل يا ريت تديني لايك تحت في البتاعة زاحت ده. واكتب كومنت برضو وعرفني ان انت متحمس ان انت تكمل وبازن الله بقيت الفيديوهات تباعا آآ كل يوم او كل فترة هتكون الفيديوهات بتنزل. وهسيب لك كمان لينك الجروب بتاعي جروب على الواتساب. بحيس انت تكون متابع دايما اول باول الفيديوهات اللي هتنزل وكزا. سيب لك كمان الفيسبوك بتاعي. وآآ متنساش طبعا تشترك في القناة. وشكرا آآ شكرا جدا لكم. سلام عليكم.